كان هذا إذن المؤتمر الصحافي للرئيس الأمريكي جو بايدن كما لاحظتم مع أزائي المشاهدين يعني باختصار شديد هو يقول نحن ندعم إسرائيل ندعم الشعب اليهودي لما يتحدث لا عن عملية سلام ولا عن وقف القتال وسنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه وسنعمل مع شركائنا الأوروبيين تحدث بشكل عابر عن اتصالات مع دول المنطقة ولكن الأهم قال أنه سيقف ضد أي دولة أو منظمة تستغل هذا الوضع وهذا واضح التحذير باتجاه إيران وحلفائها في المنطقة شو رأيك قبل أن نكمل الحديث عن القضايا الأكثر جوهرية ما هو تعليقك على كلام بايدن أستاذ محمد دحلان والله أنا بصراحة ما فهمت منه ولا حاجة سوى أنه يريد أن يؤكد مرة أخرى لأنه في مرحلة الانتخابات أنه يدعم بدون تفكير الشعب الإسرائيلي وبالمناسبة نحن أيضا لدينا صداقات مع الشعب الإسرائيلي إحنا مش ضد كل الشعب الإسرائيلي إحنا ضد الاحتلال وضد القهر وضد ابتزاز وضد التنكيل بالشعب الفلسطيني أما أن يقول الإسرائيلي ليس لديهم مكان آخر ليذهبوا له لا نعم أنا بقوله في لهم مكان آخر يذهبوا إله وبيديش أقول مثل الآخرين أنه عليهم أن يغادروا فلسطين لا نحن نقول أن هذه فلسطين أرض لشعبين رفضتها الحكومات الإسرائيل المتتالية نحن قبلنا الشعب الفلسطيني أو جزء من الشعب الفلسطيني مش كل الشعب الفلسطيني ياسر عرفات كان الأجر في قبول حل الدولتين على 22% من أرض فلسطين وإسرائيل نكلت في هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة لذلك كرة اللهب تدور ودوامة العنف تدور وإذا اعتقد الإسرائيليون أنهم يستطيعوا أن يركعوا الشعب الفلسطيني بمزيد من العنف أنا بقولهم ببساطة أنتم لا تعرفوا الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني في غزة الذي يهدد اليوم لن يختفي ولن يغرق في البحر ولن يذهب ولن يهرب إلى سيناء نحن منزرعين في أرضنا حتى لو في قبور في قطاع غزة أو الضفة الغربية في هذه المسألة